السلام عليكم. النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نرفع مشروعنا ونسجل في الهو اللي هيحصل السنة دي في استراليا. علشان اسجل انا بيقول لك لازم تكون عامل اربع حاجات. number one ودي الخطوة التانية اللي مفروض تعملها. وبعدين ادي الخطوة التالتة ودي الخطوة الربع. بعد ما تخلص كل الحاجات اللي اربعة دول. المفروض انك انت تملى البيانات دي بقى وتكون محضر حالك. انا بقى اقول لك كمان انت محتاج على الاربع خطوات دول خطوة اه خمسة. ايه الخطوة الخمسة? انك تعمل فولدر من دروقتي. عن وان درايف باسم ال اي تو وكل حاجة انت تعملها تروح تسجلها. بتقولي طي تعالوا نبدأ مع بعض. الخطوة الاولى اللي هي step one دي متكونة من كم كوز. مطلوب فيها كم حاجة? مطلوب فيها تلات حاجات. ادي ايه? وبي? وصي. ماشي? التلات حاجات نمشي واحدة واحدة. كل واحدة انت تعملها بيقولك اديني دليل انك عمل بتاعك. الابدنس بتاعتي. فاول حاجة انه هو بيقولك لازم تاخد الكورس بتاع 21st learning design. اللي هو موجود فين? على الشبكة بتاعتنا. هدخل. اخدوا الكورس. وبعد ما اخدوا الكورس اروح ايه? اه اعمل يعني اعمل print screen لي وعمل print screen لي وشاير كمان لان في خطوة من الخطوات هيكون عايز التشهير ده. يبا دي او كل حاجة. خلصت الكورس وخدت الشهادة وطبعتها وحطتها في الوان درايف. تاني حاجة يقولك ولازم كمان تاخد كورس اسمه مايكروسوفت تيمز. فين مايكروسوفت تيمز? مايكروسوفت تيمز ده اهو على الشبكة. هتخلص الكورس وتاخد الشهادة بتاعته وتاخد الباج وتحطهم من دروقتي على الوان درايف. وتعمل شهادة. يبا دي نمبر بي. برضو هو عايز آآ آآ تالت حاجة هو طلبها هو عايزك تاخد الكورس بتاع الماينكرافت الموجودة على الشبكة. واللينكات هتوبها موجودة عندي. افتح للشبكة او ادوس على اللينك ده. هيفتح لي الايه? الكورس. تقريبا هو ده. لا ده تشيمز. اوكي. هيفتح لي عمتل آآ الكورس بتاع الماينكرافت وبعدين اخدوه على الشبكة. لما خلصت تلات حاجات كده. يبا انا خلصت الخطوة الاولانية. خلصت الخطوة الاولانية واحتفظت بكل السكرينشوت. اروح على الخطوة التانية. الخطوة التانية دي عايزك وتعرفه هي وعايز يعمل ايه بالزبط? هو عايزك تبقى سرتفايد اما اي اي. يعني ايه سرتفايد اما اي اي? يعني لك انت تاخد وتاخد كورس بالف نقطة. فتبقى ساعتها تبقى اما اي اي. لما تاخد الكورس على الشبكة باما اما اي اي مش كفاية. لا لازم تجيب. على الاقل تلاتة تلات مدرسين. وتسجلهم عالشبكة. او تخليهم يعني يسجلوا على الشبكة. علشان هما يبقوا اما اي اي. طب وفين بتاع ده? هتروح اولا. انت لازم تبقى اما اي اي. يبقى لازم تاخد اللينك. اللينك بتاعك على الشبكة. اللينك على الشبكة. اهو انا هنا ازاي باخد اللينك على الشبكة? بدخل. عند الصورة بتاعتي كده. واروح اقول له اديت بروفايل. هيفتح لي صفحة. الصفحة دي. لما يرود. ده اللينك بتاع البروفايل. يبقى هو هنا عايزك تجيب دليل انك انت اما اي اي. عايز اللينك بتاع البروفايل. علشان هو يدخل يتفرج على الايه? على الباجت بتاعتك في بتاعتك. يبقى هنا. انا بقيت اما اي اي. وازبطت له ان انا اما اي اي ان انا جبت له اللينك. طيب وبتوع زميلي بقى اعمل ايه? بتوع زميلي هروح برضو بنفس الطريقة. اروح ااخد الباجات واسكرينشوت من الثلاث ايه? مدرسين اللي انا جايبها. يعني هنا وهو عايز ينشط الشبكة. هو عايز انك انت كمان يبقى ليك دور انك انت تساعد غيرك ان هو يتعرف على الكميونيتي علشان يستفيد منها. فدي تاني خطوة. تالت خطوة بقى هو بيقول لك ايه? حاجة من الاتنين. يا اما تشترك في الايفنت بتاع سكايب بقى اثن. يا اما تشترك في الايفنت اللي هو بتاع الاور اف كود. واحنا عارفين احنا كلنا دروقتي بنستعد ان احنا نشترك في الحدث بتاع اه سكايب بقى اثن. اه دوت. وايه بقى? هناخد بقى الصور وهنعمل print screen واحنا في المدرسة والولاد بيكلموا الكلاس التاني او الاكسبرت التاني. وكده ونحط كل الحاجات دي فين? في فولدر. والفولدر ده نحطه على وان درايف. وبعدين ناخد اللينك بتاعه. او ان انا اشترك في الاور اف كود واحنا عارفين طبعا وهو هنا همديني الايفنت يعني اللينك بتاع الاور اف كود. هو بيقول لك لده? او ده. والله لو عملت اللي اتنين يبقى احسن. اه وخاصة ان احنا كده كده بنشترك فيه اللي اتنين. فانت يعني لما تزود هيبقى افضل مش اه مش اه مش قوي يعني احسن جدا. بتقولي طيب والخطوة الرابعة بقى. الخطوة الرابعة بيقول لك مش انا قلت كل حاجة بتاخدها شير? بيقول لك اللي انت اخدته بقى لازم تشيره. تشيره بقى على هو عايز ايه? هو عايز على السوشيال ميديا خلق. خمسة بوست. من كل ايه? اه الحاجات دي. الخمسة بوست دي من شاهداتك بتاعت الامة اي اي وانت مشترك في الاور اف كود. او انت مشترك في الاسكايب اكتن. زي اي حاجة. انت هتعمل للحاجة اللي انت شيرتها. وهو مش مخيرك ان انت تشير على حاجة معينة. يعني ممكن تشيرها على الفيسبوك. ممكن تشير على التويتر. ممكن تشير على انستجرام. ممكن تشير اه على الموقع بتاع اللي هو السوشيابل. فاللي مش لا مش عارف يدخل هنا. ممكن تشير على انستجرام على تويتر اي حاجة. انت كده خلصت ايه? الاربع حاجات. انا بقولك لازم تعمل ايه? لازم تعمل فولدر. على الوان درايف. من الاول. قبل ما تبدأ حتى في ستيب وان. دي وجهة نظري يعني. وانت حر انك انت تتعامل معه. هتفتح فولدر باسم اي تو. يعني انا هفتح فولدر باسم اي اي تو. والفولدر ده هروح اا ما عنيش اهفتح نيو فولدر ونيو فولدر ده هسمي بي اي تو. وبعدين هروح دخلة. حتى في كل الحاجات اللي احنا قمناها. صوري بقى صور البجاز صور الشاهدات اي حاجة انت ايه عايز تعملها روح اطعها جوا الفولدر ده. علشان انتم بستندوا باي بعد كده لما تكون هتستفيد حاجات كتير جدا لو انت عملت اللي انا بقولك عليه ده. نمبر وبعدين هروح اقول له create. بالمنظر ده. عبال ما يلوت كده نرجع تاني للصفحة. احنا دلوقتي ليه انا بعمل فولدر? اصلي انت لما تيجي تعمل الكلام ده الاسمه والكلام ده كله. هيكون طالب منك انك تخط مسلا صورة. بس انا بيقولك جيب لي بتاعت انك انت كملت البجاز بتاعتك. طيب وبعدين. هنا مش هيقبل صورة. انا هروح اقول له لينك للصورة دي. لينك للصورة دي. طب وهي الصورة دي كانت محطوطة فين? يبا انت من الاول كان ممكن تحطها في اا هو اكيد عملها اي 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 اجري فين دي. اهو فولدر. والله الفولدر الفاتده لو انت من جواه عايز تعمل ساب فولدر يعني تكتب ان فولدر باسم الخطوة الاولانية وفولدر بالخطوة التانية فولدر الخطوة التالتة والربعة وبعدين تخط كده. يعني انت ممكن تخط كل اللي انت عايزها هنا. اه واحنا عارفين ازاي. يا اما انت لو حابب انك انت تعمل جوه فولدر وتسميها دي ماشي اوكي اعمل كده. واعمل فولدر تاني وسميه وهكزا. لغاية لما تعمل اربع فولدر الاربع بتاعك. طيب وبعدين هافطرد. وفي النامبر وان كان عايز مني ايه? بكرين. في النامبر وان كان عايز مني ان انا اخلص الكورس بتاعي اه اوكي. انا اخدت سكرين وانا افطرد مسلا. اني اني ده البرينت سكرين بتاعي. هروح شده كده. وفي مكان الفولدر بتاعي. ستيب وان. هروح ايه? حتى السورة بتاعتي. يبقى من الاول انا منظمة جدا جدا. وكل ايه? حاجة انا عاملها. وبعدين اعمل فولدر تاني. الفولدر سميء. وهكذا. فانت لما تيجي تملى بقى البيانات بتاعتك. هتوب بالدنيا سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. وربنا يكرم يعني وتوب من المختارين في ايتو. شكرا.